أهلاً بكم في تيك بلس، أنا عبدالله السبع وتشاهدون في حلقتنا اليوم أليكسا على الطريق لتنافس شايت جي بي تي وأيضاً سامسونج تعلن عن نموجة ذكاء اصطناعي جديد خاص بيها أمازون رح تبيع السيارات عبر متجرها إلى التفاصيل تعمل شركة أمازون حالياً على تطوير أليكسا من مساعد شخصي عادي إلى مساعد شخصي ذكي عن طريق دمج أليكسا مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المشابهة بنموذج شايت جي بي تي السبب الرئيسي لهذا الدمج بحسب تحليلات الخبراء هي أن تواكب تكنولوجيا المساعد الشخصي وخدمات المساعدين الصوتيين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي كونها أصبحت المنافس الأكبر لها تستخدم أليكسا التي تعتبر أنها من أشهر مساعد رقمي نماذج معالجة اللغة الطبيعية الـ NLP وهي الفرع القديم من فروع الذكاء الاصطناعي ويساعد الأنظمة على الفهم والرد بشكل طبيعي على الكلام البشري ومع ذلك تقتصر هذه المساعدات حاليا وتدرب للرد على نماذج معينة باستخدام سيناريوهات محددة مسبقا بشكل أساسي سيجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أليكسا أكثر ذكاءا وهذا يعني أيضا أن أليكسا ستكون قادرة على الرد على أسئلة مفتوحة دون اللجوء إلى البحث عبر الإنترنت يبدو أن هذه التحديثات ستنتشر على جميع الخدمات التي تستخدم أليكسا وعلى الأقل ستكون جزء من تجربة الفير تي بي التي تضمن بالفعل مساعد صوتي ولكن في نفس الوقت الذي تعلم فيه أمازون عن تطوير أليكسا فإنها أعلنت عن إنهاء خدمات مئات الموظفين في قسم أليكسا دون تحديد الفئات المستهدفة من هذا القرار وهذا ما أثار العديد من التساؤلات في القطاع حول كيف ستمكن الشركة من تطوير هذا المنتج للحاق بشات جي بي تي ولتتعبيره الشركة في الوقت الحالي منافسا لأليكسا يشهد التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولا بارزا والمتوقع أن يعيد تشكيل نمط الحياة اليومية والعمل استضافت شركة سامسونج في نوفمبر منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي والذي يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي استعرضت الشركة تقنياتها الجديدة باسم سامسونج كاوس وتقنيات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة التي سيتم طرحها خلال العام القادم ونظام التشغيل التي سيتم طرحه على أجهزتها من طراز S24 سامسونج كاوس هو نموذج لغوي توليدي يساعد على رفع كفاءة العمل عن طريق تسهيل المهام مثل كتابة الرسائل الإلكترونية وتلخيص الوثائق وترجمة المحتوى كي يمكنه تحسين تجربة المستهلك عن طريق تمكين التحكم الذكي في الأجهزة عندما يتم دمجه في منتجات الشركة التي تقدمها سامسونج وطرحت الشركة أيضا نموذجين آخرين من سامسونج كاوس الأول هو كود ويعمل على تطوير وكتابة البرمجيات مما يعطي المطورين والمبرمجين مزيدا من العدوات لتسهيل القيام بالمهام المبرمجية أما النموذج الثاني فهو إمهج هو الذي يعمل على توليد وتحرير الصور بطريقة إبداعية بما في ذلك تغيير الأسلوب والإضافات كما يحول الصور من الدقة المنخفضة إلى الدقة العالية أعلنت شركة أمازون لموقعها عن شراكتها مع شركة هونداي التي سينتج عنها بيع سيارات هونداي عبر موقع التسوق الشهير وبحسب الشركة فإن هذه الشراكة ستكون الأولى بين عدة شراكات أخرى قالت الشركة أنه من الممكن أن يختار العميل سيارته التي يريدها عن طريق الموقع ومن ثم يستلمها من المعرض التجربة في البداية لن تكون سلسة كشراء منتجات أخرى عبر الموقع ولكنها ستكون تجربة أولية سيتم تطويرها في المستقبل لتتماشى مع سلاسة التسوق عبر موقع أمازون ولكن هذه الخدمة ستكون متاحة فقط في مناطق معينة كونها اتفاقية بين أمازون ووكيل شركة هونداي في تلك المناطق نظرا لاختلاف كيفية تسجيل السيارة وترخيصها بين الدول إلى أنه من المستبعد أن تنتشر هذه الخدمة حول العالم في وقت قريب قبل نحو عامين قدمت شركة فالت جهاز الألعاب المحمول ستيم ديك والذي كان أول جهاز ناجح تطلقه الشركة يعتبر جهاز ستيم ديك تحفة هندسية ضمت مكونات الحواسيب المحمولة في جهاز محمول يحمل شاشة بحجم 7 إنش وقامت بتشغيل ألعاب تتوافق مع نظام التشغيل يعمل بشكل سلس وبدون مايكروسوفت ومؤخرا تم إطلاق الأصدار الجديد من هذا الجهاز وهو ستيم ديك أوليد كتطوير للجهاز الأصلي وقد جاء بتحسينات على مستوى التصميم حيث غيرت الشركة تفاصيل تصميم بعض الأجزاء مثل الأزرار وعصية التحكم والمفاتيح أيضا ولكن أهم تحديث في هذه النسخة هي الشاشة إذ تم إضافة شاشة بتقنية الأوليد والتي جاءت لتحسين أحد النقاط الضعيفة في الأصدار السابق مع القدرة على الوصول إلى سطوع 600 نت في النطاق الديناميكي القياسي وألف نت في النطاق الضروة عند استخدام الألعاب التي تدعم تقنية الـ HDR بالإضافة إلى الشاشة الأكثر إثارة قامت فالف بتحسين كفاءة الطاقة من خلال استخدام رقاقة مخصصة جديدة مصنوعة بتقنية الـ 6 نانومتر مما يمنحه ميزة كبيرة على منافسيه من حيث عمر البطارية ومدة التشغيل التحديثات أيضا شمل زيادة السعة التخزين للجهاز من 128 إلى 1 تيرابايت وتم تحديث مودة من واي فاي إلى واي فاي 6 وبلوتوث إلى 5.3 مما يمنح الجهاز سرعة أكبر للعب الأولنين بالإضافة إلى تعديلات بسيطة في ألوان الأزرار فيما يتعلق بأداء الجهاز فالاختلافات بين الإصدار الأصلي والطراز الجديد فهي ليست كبيرة إذ يقدم الجهاز أداءا قويا مع دعم مستمر الألعاب وتقييم الألعاب المتوافقة كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن شريحتين جديدين من تصميمها الخاص الأولى شريحة الذكاء الاصطناعي مايا ميا يمكنها منافسة وحدات معالج رسوميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الفيديا والتي تحظى بشعبية كبيرة أما الشريحة الثانية وهي شريحة كوبالت ميا أرم والتي تستهدف مهام الحوسب العامة ويمكن أن تنافس معالجات انتل وتختبر مايكروسوفت كيفية تلبية إنتاج القائق مايامية لاحتياجات برامج الدرجة الآلية الخاص بمحرك بحث كوبالت الخاص فيها ومساعد الترميز لكات هاب والكوبالت وجات شات جي بي تي تيربو وهو نموذج لغة كبير من أوبني آي المدعوم من مايكروسوفت قد ترى مايكروسوفت تبنيا أسرع لمعالجات الكوبالت مقارنة بمعالجات المية إذ تم توقع تجربة مايكروسوفت اعتمادا على تجربة أمازون حيث اختبر مايكروسوفت تطبيق تيمز وخدمة أزورو ومعالجات الكوبالت التي تعمل بتقنية الأرب وقالت الشركة أن آدائها حتى الآن أفضل بنسبة 40% من آداء شرائح أزورو الحالية من شركة إمبايرون الناشئة في عام 2024 ستشهد الساحة الصناعية منافسة كبيرة بين الشركات في مجال تطوير معالجات الذكاء الأصطناعي لأنه من غير الممكن أن يتحقق التقدم في مجال الذكاء الأصطناعي دون وجود بنية تحتية ذات قدرات حسابية ضخمة قبل الدخول في هذه التفاصيل هذه القوة الكبيرة دعني أذكرك بالتأثير البسيط الذي يحققه الهاردوير أو البنية التحتية للحواسيب والخوادم على سبيل مثال شركة إنفيديا المعروفة بتصنيع بطاقات رسوميات لألعاب الفيديو حققت في الربع الثاني من عام 2023 إرادات بلغت 13.5 مليار دولار أمريكي ولكن المثير للدهشة هو أن نصف هذا المبلغ أي 6 مليارات دولارات أمريكي جاءت من مجال الذكاء الأصطناعي ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في الربع القادم مما يظهر كيف يمكن أن يؤثر الذكاء الأصطناعي بشكل كبير على سوق الشركات الآن دعنا ننتقل إلى موضوع الهاردوير حيث يتميز معالج أمبيديا A100 الذي يظهر لأول مرة في عام 2022 بقوة المتفوقة يعتبر هذا المعالج وحدة معالجة رسوميات التعمل كدماغ مع تقنية سفن نانومتر و 54 مليار ترانزستر وعرض نطاق تردد يصل إلى 2 تيرابايت في الثانية يتميز بواجهة مشابهة البطاقات الرسومية العادية ولكن الاستخدام الرئيسي له في مجال الذكاء الأصطناعي حيث يمكنه التعامل مع مهام معقدة بكفاءة من أجل مواكبة هذه القوة تستخدم انفيديا واجهة مختلفة لتعزيز قدرات المعالج إلى 500 واط يحتوي كل قطعة عادة على ثمانية من هذه المعالجات مما يوفر الطاقة الكافية لمعالجة وتدريب الذكاء الأصطناعي ولكن لم تكتفي انفيديا بذلك بل قدمت أيضا معالج H100 الذي يتفوق على الجيل السابق بتقنية 4 نانومتر و 80 مليار ترانزستر وعرض النطاق تردده يصل إلى 3 تيرابايت في الثانية يعتبر H100 أول بطاقة تدعم واجهة الPCLE والGANث 5 والHPM3 ويتفوق بثلاث مرات على الأيم هي هذه المواصفات تعني أن يمكنه التعامل بكفاءة مع مهام متقدمة مثل تحليل البيانات وتدريب اللغات وفي هذا السياق قدمت انفيديا معالج H200 الذي يتمتع بذاكرة أسرع من H100 وبحجم باندويت يصل إلى 4.8 تيرابايت في الثانية مما يجعله أكثر قوة في تدريب اللغات المتقدمة وعلى الرغم من التركيز على الذكاء الاصطناعي فإن هذه المعالجات ليست مقتصرة على هذا الاستخدام فقط يمكن استخدامها في علوم الحوسبة مثل تطوير الخوارزميات أو تعلم الأهلة وكذلك في سرفرات للأنظمة السحبية بالإضافة إلى القيادة الذاتية وفي الختام على الرغم من أن هناك منافسين شركة انفيديا مثل مايكروسوفت و AMD إلى أنها ما زالت تحت المكان الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وباستمرارها في تقديم تقنيات متطورة يبدو أن انفيديا تسعى للحفاظ على سيطرتها على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي كنا متواجدين في واحد من أهم الأحداث التي صارت في المملكة العربية السعودية مؤخرا وخاص بشركة جوجل أو بمعنى صح جوجل كلاود والتي كانت في حضور كبير من قبل الشركات مما فيها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة طيب ليش مهم أن جوجل أعلنت وجود جوجل كلاود بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية وتواجدها فإنها تعطي مميزات كبيرة منها تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل إذ ممكن خلق ما يصل إلى 149 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة وتمكين الابتكار ولا ننسى تعزيز إنتاجية الشركات الصغيرة بنسبة تصل إلى 3.5 بحلول عام 2030 وجود جوجل كلاود يمنح الشركات وصول إلى تقنيات سحابية ذات حماية مرتفعة وبالتالي تكون البيانات في أيدي آمنة وبحماية أعلى وبالتالي يساعد على تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف والمخاطر وحتى أنه سيساعد على أمكانية التوسع بشكل أفض كبر والوصول إلى الأدوات والموارد سيكون أسهل وفي الوقت الحدث كان هناك حضور كبير ما بين الشركات والمنشآت وعدد من الجهات الحكومية مثل أرامكو وسدايا وستي سي وغيرها وخلال هذا الحدث كان هناك عدد من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت والشركات بل حتى أنه كان هناك تركيز على الخدمات المتقدمة أو المقدمة من قبل جوجل بما فيها فئة الأعمال وخدمات السحابية وأيضا لوحة التحكم الكامل للتحكم بكافة الأدوات التي تحتاجها أي منشآة لتيسير أعمالهم بعد سنتين من آخر تحديث قامت أبل أخيرا بتحديث جهاز الآي ماك حيث جاء بموصفات وتقنيات محسنة رغم أن الشكل الخارجي والألوان لم يتغيرا إلى أنه يمكنك الآن الاستمتاع بشاشة بدقة 4.5 كي وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرا بايت وذاكرة وصول عشوائية بحجم 2 أو 24 جيجا بايت وتأتي الكاميرا بدقة 108 بفضل معالج M3 أصبح الأداء أفضل بمرتين من الجيل السابق الأمون يعتبر هذا الجهاز مثاليا للطلاب والاستخدام اليومي خاصة مع سعر المنافس الذي يبدأ من 1299 دولار أمريكي مع أن الكيبورد والماوس لا يزلان يأتيان بمنفذ Lightning مدلا من منفذ USB-C Type-C إلى أن هناك أربعة منافذ في الجيل الخلفية حيث يدعم إثنان منهما تقنية Thunderbolt تبرز الشاشة بأداءها الممتاز في عرض الألوان والدقة بالإضافة إلى مستوى الإضاء المرضي مما يجعلها منافسة أو مناسبة لمختلف الاستخدامات مثل التصفح ومشاهدة الميديا والتحرير الرقمي للصور الفيديوهات ورغم أنه قد يكون الجهاز غير مناسب لألعاب الفيديو الثقيلة إلى أنه يتفوق في تشغيل الألعاب ذات المتطلبات المتوسطة تتميز أجهزة الأيماك ببساطتها إضافة إلى المواصفات المحسنة مما يجعلها خيارا جيدا بسعر منافس ولكن كملاحظة يلاحظ أنها تأتي فقط بمعالج الـ M3 وكان المفترض أن يكون الجهاز بمعالج الـ M3 برو على الأقل وكذلك كنت أتمنى أن تكون حجم الشاشة أكبر من 24 بوصة جهاز بلاستيشن فايف الذي تم إطلاقه العام الماضي جاء بنسختين وهما النسخة الرقمية والنسخة التي تحتوي على مشغل أقراص بلوري وعنت شركة سوني وقت أطلاق بلاستيشن فايف أنه يمكن شراء قارئ الأقراص بشكل منفصل ومن هنا بدأت تظهر مشكلة في هذه الأجهزة المشكلة الأولى التي واجهت المستخدمين هي الحاجة إلى توصيل جهاز بلاستيشن فايف بالإنترنت لتعريف القارئ وتسجيله له تمكن المستخدم من الاستفادة من كافة وظائفه ولكن المشكلة الأكبر تكمن فيما بعد حل المشكلة الأولى إذ أنه في حال تم إعادة ضبط جهاز بلاستيشن فايف فمحرك الأقراص يتعطل ويحتاج إلى إعادة تسجيل ومن المشاكل الأخرى في المحرك أنه لا يمكن استخدامه على جهاز بلاستيشن مختلف إلا بعد التأكد من إلغاء تسجيله في الجهاز القديم وبالتالي في حال تعطل الجهاز القديم فإنه لا يمكن استخدام المحرك مع أي جهاز آخر نهاية حلقة تيك بلس يمكنكم مشاهدة الحلقة والحصول على المعلومات المذكورة فيها دائما عبر موقعنا الإلكتروني وحساباتنا في منصات التواصل الاجتماعية ولا تنسوا مشاهدة الحلقات السابقة والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها إلى اللقاء اشتركوا في القناة